جهود مضنية تبدلها السلطات العراقية للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله من بغداد توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أربيل للإشراف على عملية ضخمة هي الأولى من نوعها تشترك فيها القوات الاتحادية والبشماركة في إقليم كردستان خلال جولته الميدانية في أطراف قضاء خانجين وكفري على طول الحدود الفاصلة بين القطاعات الاتحادية للإقليم أصدر رئيس الوزراء أوامر بإجراء عمليات تفتيش واسعة بإسناد من القوات الجوية لتطهير تلك المناطق من فلول تنظيم داعش كما زار القائد العام للقوات المسلحة قضاء مخمور في إطار التعزيز للتعاون الأمني والعسكري مع قوات البياشماركة وكذلك لمحاء الملاحقة عناصر تنظيم داعش من أربيل شمالا إلى البصرة جنوبا حتى الكاظمي تمنى جولته لمتابعة التطورات الأمنية وللإشراف على التحقيقات الجارية بعد الهجوم الذي أصفر عن سقوط قتله وجرحه في البصرة أيضا تكثف السلطات الأمنية عملياتها الاستخباراتية لملاحقة ما يطلق عليها بفرق الموت منذ منتصف فبراير الماضي اتمكنت أجهزة الأمن من تفكيك أربعة من تلك الفرق المدعومة من الحرس التبري الإيراني من المعروف أنها مسؤولة هذه الفرق بالتكيد عن تنفيذ اغتيالات طالت ناشطين وصحفيين عرفوا بمواقف مناهضة لأنفوذ الإيراني في الداخل العراقية